دبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة نفقا في مدينة حرستة بريف دمشق بينما استهدفت وحدات من الجيش والقوات المسلحات جمعات للارهابيين في عدد من احياء حلب وريفها واوقعت اعدادا منهم قتلى ومصابين وفي ريف درعة تم تدمير رتل سيارات للارهابيين في وقت اوقعت فيه وحدات من الجيش افراد مجموعة ارهابية قتلى ومصابين على المدخل الجنوبي لبدة تلدو بريف حمص وافاد مصدرا عسكري لقناة السماء ان وحدة من الجيش والقوات المسلحة ضبطت نفقا بطول 300 متر وعمق 14 مترا في مدينة حرستة بريف دمشق اثناء ملاحقتها المجموعة الارهابية المسلحة مجهزا بانارة وتهوية وكاميرات مراقبة وفككت عددا من العبوات الناسفة داخله الى ذلك اوقعت وحدات من الجيش اعدادا من الارهابيين بين قتيلا ومصاب في تل احمر شرقي الطرف الجنوبي الشرقي لبلدة عتمان وفي منطقة الكسارة على تقاطع زامرين ساملين وفي حي البجابجة بدرعة البلد ودمرت سيارة فان تقل ارهابيين بمن فيها في قرية الدوايا الكبيرة بريف درعة الغربي والفت المصدر الى ان وحدات من الجيش استهدفت لسيارات للارهابيين على مشارف قرية الكرك بريف درعة ودمرت عددا منها بمن فيها كما دمرت سيارة مزودة برشاش الثقيل في بلدة عتمان واضف المصدر ان وحدات من الجيش استهدفت تجمعات واوكار للارهابيين بين تلمهيد والهجة وعلى اطراف سد الهجة بريف درعة الغربي واوقعت العديد منهم قتلى ومصابين ودمرت ادوات اجرامهم